السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في كورشي جانا النهاردة هنعمل مع بعض شال مستطيل بغرزة سهلة جدا الغرزة دي عبارة هنعمود بلفة وغرزة الحشو هنمشي بخطوة بخطوة وان شاء الله يعجبك الخيوط المستخدمة مع انا النهاردة والابعة رقم تلاتة يلا بينا نبدأ بس قبل ما نبدأ يا بيت تدعمينا بلايك وشير ولو جديدة معنا تشترك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله نبدأ بسم الله اول حاجة هعملها عقدة البداية بعد كده هشتجل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر عشان بسلاسل ابدأ اكبرتاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر هتكرري بالشكل ده لحد ما توصلي لطول خمسين سنتي وده عرض اشياء بتاعك انا كده كبرت السلسلة بالطول اللي انا محتاجاه بعد كده بتعدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة سلاسل وبتبدأ تعدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر احداشر سلسلة في الاتناشر هتدخلي وتعملي عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابعة في نفس الجبزة هتعملي عمود كده انا اشتجلت في الجبزة في السلسلة بقم اتناشر حرف الفي اللي هو عبارة عن عمود تلاتة سلسلة عمود بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابعة وبتفوتي من تحت واحد اتنين تلاتة اربعة رف خمس سلسلة بتدخلي وتعملي عمود بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابعة بتفوتي من تحت واحد اتنين تلاتة اربعة رف خمس سلسلة بتدخلي وتعملي حرف الفي يبقى مرة بنعمل عمود ومرة بنعمل حرف الفي اللي هي عمود تلاتة سلسلة وفي نفس المكان عمود بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة بعد من السلسلة الاساسية بتاعتي واحد اتنين تلاتة اربعة وفي خمس سلسلة لفع الابعة بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابعة بعد من السلسلة بتاعتي واحد اتنين تلاتة اربعة وفي خمس سلسلة بادخل وعمل حرف الفي يبقى ده النمط اللي انا ماشي بيه في الدرب الاول واحد اتنين تلاتة سلسلة وفي نفس المكان عمود عشان اكمل حرف الفي بتاعتي يبقى بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابعة بعد واحد اتنين تلاتة اربعة وفي خمس سلسلة بادخل وبعمل عمود اس هنشوف دلوقتي النمط اللي هنمشي بيه في الدور الاول اول حاجة انا عملت سبع سلاسل وجيت في الربزة بقم سلسلة بقم 12 عملت حرف الفي اللي هو عمود تلاتة سلسلة عمود تلات سلاسل وفوت من تحت اربع سلاسل وفي الخمسة عملت عمود تلاتة سلسلة وبفوت من السلسلة الاساسية اربع سلاسل وفي الخمسة بعمل حرف الفي تلات سلاسل عمود تلات سلاسل حرف الفي وهنمشي بنفس النمط ده لنهاية السلسلة بتاعتنا ونرجع تاني انا كده وصلت لنهاية الدور اخر حاجة كايت معي عمود زي ما بدأنا بالزبط بعد كده بابتفع واحد اتنين تلاتة وده باعتبر اول عمود معي في الدور التاني بلف الشغل واحد اتنين تلاتة سلسلة وده كفرار ما بين العمود والجبزة بتاعتي بعد كده بروح حرفي باخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة وفي نفس المكان باخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة في نفس المكان باخد حشو بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة في نفس الفرار باخد حشو بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة ولف عالابر وعالعمود هياخد عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة عالفراج بتاع حرف الفي باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. في نفس الفراج باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة في نفس الفراج باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة في نفس الفراج باخد حشو. واحد اتنين تلاتة سلسلة وعالعمود باخد عمود. يبقى شايفين بتاع الجرزة بتاعتي بيبقى شكلها بالشكل ده. هنقرع تاني واحد اتنين تلاتة سلسلة. على الفراج بتاع حرف الفي باخد حشو. دي اول الحشو. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. باخد حشو ودي تاني حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. وباخد في نفس المكان حشو. ودي تالت حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. مع الفراج باخد حشو. ودي رابع حشو. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وعلى عمود هاخد عمود. وهنكرر بنفس النمدة لنهاية الدور. التاني. يبقى عملنا ايه? اول حاجة تلاتة سلسلة كعمود تلاتة سلسلة كفرار. هروح على حرف البي اخد حشو. بعد كده عملت اربعة سلسلة وحشو. اربعة سلسلة وحشو. اربعة سلسلة وحشو. يعني تلات مرات كبرت اربعة سلسلة وخدت وراء كل واحدة حشو. بعد كده تلاتة سلسلة وفوق العمود عمود تلاتة سلسلة وهكرر تاني نفس النمط لنهاية الدور التاني ونرجع تاني. انا كده وصلت القرب الانهاية بتاعت الدور التاني. واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابرع عندي هنا. هعد واحد اتنين تلاتة وفي ربع سلسلة بدخل وبعمل عمود. وكده انا قفلت الدور. بعد كده واحد اتنين تلاتة وده هعطبه اول عمود في الدور التالت. الف الشر وابتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وده كفراغ. لفع الابرع. عندي هنا تلات فراغات اربعة سلسلة اربعة سلسلة اربعة سلسلة. الفراغ التاني هو اللي هدخل فيه. واعمل حرف الفي. اللي هي عمود تلاتة سلسلة عمود. يعني بنكبر بالدور الاول. واحد اتنين تلاتة سلسلة. لفع الابرع على العمود باخد عمود. واحد اتنين. تلاتة سلسلة. لفع الابرع. عندي هنا تلات فراغات بتوع اربع سلاسل. هروح الفراغ اللي في الوسط. هياخد حرف الفي. عمود. تلاتة سلاسل. وفي نفس المكان. عمود. واحد اتنين. تلاتة سلسلة اللي هفع الابرع. وعلى عمود هاخد عمود. يبقى انا بكرر الدور الاول. لو تلات سلاسل حرف الفي تلات سلاسل عمود. همشي بنفس النمدة لنهاية الدور التالت ونرجع تاني. انا كده وصلت لنهاية الدور. بعد كده هرتفع. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وده هعتبر اول عمود في الدور الرابع. هلف الشغل. واحد اتنين تلاتة سلسلة كفراغ. عندي هنا حرف الفي. في داخل حرف الفي هاخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. وفي نفس الفي هاخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. في نفس الفراغ باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. في نفس الفراغ باخد حشو. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة. ولفع القبرة على العمود باشتجع العمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة. الفراغ بتاع حرف الفي باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة في نفس الفراغ باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. في نفس الفراغ باخد الحشو لتلتة. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. في نفس الفراغ باخد الحشو الرابعة. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع القبرة. وعلى العمود باشتجع العمود. يبقى احنا الجرزة بتاعتنا النهاردة تكرار سطرين. يعني بنقرر الدور الاول والدور التاني. بتبدأ تكرار تاني. الدور الاول والدور التاني. لحد نهاية الشال بتاعك. انا هشتغل نموذج للشال ونفجع تانا عشان نشوف الشكل النهائي. كده انكم وصلنا لنهاية الفيديو التاني النهاردة. وده شكل النموذج اللي عملناه للشال. شايفها شكله جميل ازاي ورقيق جدا. ومش هياخد معاك وقت. ساعتين بالكتير هتلاقي نفسك خلصت الشال. غرزة سهلة وجميلة. هو يكون لها عمود بلفة وغرزة الحشو. اتمنى ان يكون الفيديو عجبك. لو عجبك عملي لايك. ومشار مع الاصدقاء. ولو جديدة معنا اشتركي في القناة وفعال الجراز عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله.